موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم مشاهدين الكرام أينما كنتم في هذه الإطلالة الصباحية المتجددة عبر صباح الرياضية والذي سنستعرض فيه العديد من المواضيع على الساحات الاجتماعية السعودية والرياضية طيلة ساعة ونصف الساعة سنستعرض فيها العديد من المواضيع ومن بينها موسم حج 1438 مرحبا بكم مشاهدين الكرام ونسعد خلال الساعة والنصف معكم أنا وزميلتي نهد الأحمد نهد صباح الخير الله يحيي الحمد لله أخبارك كيف يا استوديو الجديد؟ جميل جداً كالعادة كل استوديوهاتني جميلة أكيد مشاهديني صباحكم الله بالخير وأكيد قال يعني غانم كثير من الكلام وأكيد المحتوى اليوم إن شاء الله بإذن الله وممكن بعد بقولك غانم كالعام أنت بخير قبل الزحمة وانت بصحة السلامة يعني يوم التروية ولي نسى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من ضيوف الرحمن يعني حج وموسم هذا العام بإذن الله وإن شاء الله يعدي هذا أيام بخير وسلام كعادة أيضاً المملكة العربية السعودية في إنجازاتها من خلال موسم الحج وتثبت للعالم بأكملة بأن السعودية ترحب بالجميع اليوم غانم يوم مميز أنا بالنسبة لي ليش لأنه أول مرة من مسيرتي الإعلامية يوم دخول التلفزيون أكون في بث مباشر أكبر نحن رح يكون عندنا ربط من مكة صحيح في يوم التروية بالتأكيد وهذا يعني إذا ما تحدثنا عن عمل بشري موسم الحج يعتبر أهم عمل بشري في العالم يعني ممكن نتحدث عن بطولات كرة قدم عن أحداث كثيرة يكون فيها الملايين في مكان واحد لكن الحج يعتبر الأصعب على الإطلاق ودائما المملكة العربية السعودية ما تثبت بأنها قادرة ومتمكنة تماما من الحفاظ على أدق التفاصيل الخاصة بضيوف الرحمن في موسم الحج دائما طيلت سنوات طويلة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الموسم ناجح كما جرت العادة وأن تظهر الأمور بشكل أفضل كما أهدناها بإذن الله قد حجات قبل أهدنا الحمد لله قبل سنواتنا نسأل الله القبول إن شاء الله يا رب بإذن الله وإن شاء الله بعد تكرر التجربة في أيام جاء أنا لا للحين فسبحان الله ربي إذا أنت نوات تحج يسر لك كل شيء صحيح وإن شاء الله يا ربي يسر للجميع بإذن الله عموني اليوم حلقتنا زي ما قال لكم وغانم رح تكون نصيب الأسد منها لموسم الحج وأيضا اليوم رح نتكلم ونتعرف اليوم عن بطل سعودي حقق إنجاز كبير في الأيام الأخيرة للسعودية اليوم رح يكون موجود في استيديوهاتنا في صباح الرياضية بالدمام لكن متى هالكلام كله غانم أكيد ما قبل نهاية الحلقة رح يكون معنا طبعا هو صراحة شرفنا في إحدى الرياضات التي تعتبر صعبة بشكل كبير رياضة تايكواندو تمكن من تحقيق الميدالية الذهبية لبطولة العالم التي قيمت في شرم الشيخ هذا البطل حقيقة أظهر المجتمع الرياضي العالمي بأن المملكة العربية السعودية قادرة على أن تضع نفسها من بين المميزين دائما وأن تسطر إنجازاتها بأحرف من ذهب تحوق على الإيطالية عن درية ورفع اسم المملكة العربية السعودية بأحرف من ذهب بتكنسة وصلت الضوء خلال هذه الحلقة من خلال استضافته معنا هنا في الستوديو نطلع الحين لفاصل سريع مشاهدين وبعدها رح نعرف أبرز أخبار الصحب خبيرون باستطار الحين لفاصل سريع أحيكم الله مشاهدينا من جديد ونبدأ أولى فقرات برنامجنا بفقرة الصحافة والتي سنطالع فيها أخبار الصحف لهذا اليوم وأولى أخبار الصحف نطالعها من صحيفة اليوم السعودية التي تصدر من الدمام ونقرأ هذا العنوان خادم الحرمين الشريفين يوجهه باستضافة المعاملة الاندونيسية مريم وفي التفاصيل تقول الصحيفة وجه خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله باستضافة المعاملة السعودية الاندونيسية سيدة مريم مرغاني محمد البالغة من الأمر 104 سنوات مع مرافقيها ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين تقديرا لحالتها الصحية التي تطلب العناية الفائقة والاهتمام اللازم قد توجهت الحاجة مريم محمد بالشكر والثناء إلى خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على هذه الاستضافة على ما حظيت به من إناية ورعاية وتقديم التسهيلات والخدمات المميزة لها جميل ومن جريدة الرياضة السعودية الخبر التركي يؤكد جاهزية القطاعة العاملة في الحج ويعلن إعادة 400 ألف مخالف لأنظمة الحج أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء مصورة تركي اكتمال الخطط المعدة من قبل الجهات المعنية بشؤون الحجاج بخدمة ما يزيد على مليوني حاج وفي المؤتمر الصحفي الأول لأعمال الحجل هذا العام 1438 الذي عقد بمقر الأمن العام لمشعر ميناء ثم في منتصف ليلة التاسع من رحلة التصعيد اكتمل توافد حجاج بيت لا تمهيدا لقضاء ليلة التاسع والعودة إلى والتحرك ثم إلى منتصف ليلة التاسع في مرحلة التصعيد إلى عرفات ثم النفرة إلى مزدلفة والعودة إلى ميناء يوم عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة وأداة طواف الإفاضة ونحر الهدي وحل إحرامهم وفيدا أنه تم إعادة أكثر من 400 ألف مخالف لأنظمة الحج لعدم حصولهم على التصاريح الحج طبعا عدد كبير ما شاء الله غانم وهو 400 ألف مخالف صحيح وبالتأكيد هذا يؤكد الحملات التي تقوم بها الجوازات السعودية وزارة الحج فيما يتعلق بالمخالفين دائما ليس لهم مكان نريد أن نحافظ على كل ما هو جيد في هذا الموسم وهي مسؤولية الجميع على كلهم إلى صحيفة المدينة ونقرأ هذا العنوان قوافل ضيوف الرحمن تبدأ التوافد إلى مشعر ميناء في التفاصيل تقول الصحيفة تبدأ قوافل حجاج بيت الله الحرام اليوم الأربعاء الثامن من شهر ذو الحجة في الصعود إلى مشعر ميناء لقضاء يوم التروية اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسط تكامل في الخدمات والإمكانات التي عدتها مختلف والجهات المعنية بشؤون الحج والحجاج انفاذا لتوجيهات خادم الحرامين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على السعود وأسمو ولي أهده الأمين حفظهم الله الرامية إلى تسخيل جل الإمكانيات والخدمات أمام موفود الرحمن يتمكنوا من أداء مناسكهم وشاعرهم بكل يسر وسهولة في جو مفعم بالأمن والإيمان ومن جريدة طبعا عكاظ غانم عندنا خبر يحمل عنوان 40 مليون كمية المياه في موسم الحج أعلنت مديرية المياه بمكة المكرمة أن إمدادات المياه المخطط لها خلال موسم حج تراكميا لشهر ذي القعدة وذي الحجة تبلغ 40 مليون متر مكعب فيما وصلت كميات المياه المنقولة خلال أيام العشر من ذي الحجة من محطات التحلية المياه المالحة إلى خزانات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المليون والمعيسم الجديدة وعرفات إلى 850 ألف متر مكعب بنسبة زيادة إجمالية قدرها 20% مقارنة مع الموسم الماضي ليصل إجمالي كميات المخزونة الاستراتيجية والتشغيل الفعلي لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة إلى 2 مليون فاصلة 245 يا غانم طبعا عداد بتأكيد قدرة استثنائية وأرقام كبيرة من شأنها أن تخدم الحجة وبتأكيد المملكة العربية السعودية دائما تكون سباقة في خدمة الحجاج تحدثنا في بداية الحلقة وسنسلط الضوء بشكل كبير على ما تقوم به المملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام حقيقة هذا الموسم يعد بالكثير بإذن الله من التميز والنجاح والتوفيق نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من جميع الحجاج حجهم وأن يجعلهم ميسورا وقادرا بإذن الله ويقدر عباده على تقديم العبادة بالشكل الجيد على كل نطالع أيضا خبر في صحيفة الرياضية السعودية وتقول الصحيفة ابتعد الأخضر السعودي قليلا عن استعدة تاريخه الآسوي المونديالي بعد أن كان على مقربة من اعتاب مجد تاريخي بخسارتها أمام نظيره الإماراتي في المباراة التي أقيمت أمس ضمن تصفيات كأس العالم في الجولة قبل الأخيرة بالتأكيد خسر المنتخب السعودي بهدف لاثنين في مباراتهم قد تبعد المنتخب السعودي من سباق المونديال إلى روسيا طبعا للأسف كانت أمس المباراة التي زعلتنا كثير وكانت في كمية تفائل قبل المباراة بشكل كبير بالإضافة شفنا اللوحة التي أول ما بدت المباراة اللوحة التي تجمع ما بين المشجعين السعوديين والإماراتين التي دائما نقولها ومن رديدها الإمارات السعودية قلبه رجل واحد ومصير واحد عموما نقول الحديث أكثر حول تفاصيل المباراة وفرص المنتخب السعودي في الأيام المقبلة والمباريات ينضمعنا على الهواء مباشرة الكابتن وصديق الرياضية السعودية الكابتن حمود السلوى ولي خلنا بعد نستغلها ونقول لك العامة أنت بخير وهارض لك بعد بنفس الوقت كابتن حمود حياك الله كابتن حمود كابتن حمود ما دري إذا جاهز الاتصال يا شباب طيب كابتن حمود صبح كلا بالخير كابتن حمود تسمعنا؟ أيوة معاكنا حياك الله كابتن حمود حياك الله غانم حيك وحيي لإخوة المشاهدين والأستاذ ناحد لكن يمكن يكون عند الشباب في الكنترول جاهز لكن خلنا نطلع لفاصل المشاهدين على ما يجهزوا الاتصال ألا سألúnها عندهم في الكنترول لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك الشوق من وحي الملك والقلب جاوز الفلاك والشدهو النسلاك لبيك لا شريك لك أثناء نائرمته بالحب قد وجدته أحلى كلام قلته أحلى كلام قلته لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك من نورها جفن اكتحل والسير طاب واكتمل والسهل رد والجبل لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك رضاك غاية المنى من ذاق هنا للهنى النور منك والسنى لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك بذلنا وفقرنا وحبنا وشوقنا بذلنا وفقرنا وحبنا وشوقنا ندعوك يا إلهنا ندعوك يا إلهنا ندعوك يا إلهنا لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك كابتن حمود صبح كله بالخير وهارد لك وكل عام أنت بخير كابتن حمود طيب أنت أبدأ من عندك تصال يمكن يمكن وجهك يكون خير مرحبا كابتن حمود برشيد الله يحييك بك برشيد أكيد أنه خسارة غير متوقعة أمونية بها المنتخب السعودي بالأمس يمكن ما كان حد يتوقع حقيقة لأنه سقف التفاؤل كان مرتفع جدا لكن حدث المحظور ما هي أسواب الخسارة برأيك؟ طبيعي الآن منه يعني الوسط الرياضي بشكل عام والمجتمع الرياضي يعني أصبحت عنده ردة فعل بعد الخسارة كان أقل شيء كان المؤمل على أقل تقدير أن المنتخب يعني يخرج بنقطة يعني إتعادة لكن أكثر الناس يمكن تفاؤل ما كانوا حتى يعتقدون أن المنتخب سيخسر ثلاث نقاط وبالتالي يعني أحيانا خلينا نقول بشكل آخر غانم أنه حتى المنتخب يعني حتى المنتخب الإماراتي أمس يعني حتى كان فيه نقص إذا كنا يعني كيف لو مثلا كان فيه مثلا إسماعيل والعموري ربما يعني يعني حتكون يعني فرصة الإماراتيين يمكن أكبر لكن في المقابل غانم الطريق القادم للمنتخب السعودي حيكون أكثر صعوبة جدا يعني على أقل يعني إحنا بذل ما كنا ننافس على الأول يعني إن شاء الله خير وبركة لو حفظ الثاني وحتى يمكن حتى لو انتقل المنتخب يعني إحنا ما نقدر الفرصة هذه أن يذهب إلى الملحق لكن لو ذهب إلى الملحق يعني مشوار طويل جدا وصعب جدا بلا شك كانت في أخطاء فنية كثيرة سواء من المدرب تحديدا أو حتى في عملية التبديلات وعملية الفرص أو حتى من حيث الفرص اللي كانوا يضيعونها بالنسبة لللاعبين يعني فكان يعني 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 من المنتخب الإمارات أفضل بكثير من حيث التنظيم ومن حيث الإعداد ومن حيث الروح وبالتالي حتى يعني يعني معنويات ترتفعت لتحقيق مركز متقدم حتى في المجموعة والآن الآن حتى لا يكفي أنه في المباراة القادمة مثلا يعني النفوذ على اليابان هذا غير كأفي يعني ما لم يكن يتخدم نتائج بعض الفرق يعني زي الإمارات مثلا لما رفعت عدد النقاط أو حتى يمكن الفريق الأسترالي كل فرص يعني متوفر إليه حسنا نتمنى إن شاء الله أنه يتلافون الأخطاء والأسبوع الجاي يوم الثلاثة القادمة إن شاء الله وحيكون اللقاء أمام اليابان وبقدر ما يعني إحنا نقابل اليابان وننظر إلى نتيجة اليابان برضا ربما قد لا تخدمنا نتائج الفرق الأخرى جميل طيب كابتن حمود كابتن حمود كابتن حمود بس بنتعذر منك بدنا نطول معك بدنا نسألك كذا السؤال لكن الإتصال عندنا مش واضح خلنا مرة ثانية نقول لك إن شاء الله أنت بخير إن شاء الله بدنا لنا متفائلين حتى لو كان الأمل ولو كان قلعا سابقا لكن ما زلنا أمالنا كبيرة في سقورنا الخضر وثقتنا في المدرب مارفك فشكرا لك كابتن حمود السلوى وبإذن الله بالأيام الجاية راح تكون معنا مداخلات أطول وأطول شكرا لك كابتن حمود شكرا لك كابتن حمود زعلتنا هذا بعد نتيجة الأنس أكيد يعني صراحة كان صدمة يعني كان صدمة يعني يعني صدمة مش الموضوع أن أنت مثلا متوقع يعني يعني والله العظيم أنا من الناس اللي الهزيمة ما كانت متوقع بالنسبة لي يعني لي لأنه ما حد كان متوقع ما حد بنفس الوقت يعني أنت متفائل كثير تحس أن الإنسجام صار أكثر ولللاعبين بس أمس كان في شيء غريب يعني الشرط الأول كان أوكي يعني حتى لو مثلا نهزم المنتخب بعد أداءة في الشرط الأول أقول عادي لكن الشرط الثاني كان كنت تتبعها عن طريق يعني حد الروابط في الجوال وكنت طالع برنا البيت بس ما استوعبت أنه كانت شوي في مغاير على الشرط الأول للشرط الثاني وغير عن كذا لعبة الإمارات أمس بصراحة يعني شفنا هدفين اثنين أكيد ولكن يعني ممكن النقطة السلبية في المباراة إذا ما تحدثتها بشكل مباشر إنه منتخب السعودي استنفذ قوى في الشرط الأول البدنية تحديدا ممكن العيبة من بعد الدقيقة خمسين أو ستين شعره بتعب كبير جدا والأمر اللي ما خلا بإمكانهم يواصلوا ولكن هذا ليس بعذر لأنه منتخب الإمارات مع كامل الاحترام والتقديل هو في المركز الرابع أو الثالث في المجموعة فلذلك يعني كانت ثلاث نقاط ستقربنا بشكل كبير من مونديال روسيا يعني إذا ما فزت على منتخب الإمارات واليابان في النهاية لن تتأهل لكأس العالم وهذا الأمر اللي مع الأسف حدد الآن حنا في لعبة حسابات مع الأسف إذا خصوصا ننتظر مباراة استراليا واليابان يوم الخميس وهي المباراة اللي بتكشف بعض الأمور إن شاء الله يعني تكون النتيجة من صالحنا وأن المنتخب السعودي يستفيد من هذا الدرس ويفوز على اليابان فيه جدا لأن المباراة يعني في نهاية الأمر ما في شيء مستحيل منتخب السعودي عودنا بينه ما فيه مستحيل ودائما أنا أقول يعني المستحيل ليس سعوديا في واقع الأمر حققنا إنجازات كثيرة بوسعنا أن نصل بلاعبين وبرجالنا باسم عالي لهذا الوطن وهو يستحق أكثر مما ظهر عليه أداء اللاعبين بالأمس حقيقة شيء محزن لنا كالسعوديين شعرنا بالألم بالحسرة على خسارة ثلاث نقاط كانت في المتناول ولم يخسرها المنتخب السعودي لأنه سيء على قدر ما كان هناك فيه عدم أعداد بدني جيد رغم أنه على فكرة المنتخب السعودي بدأ الدوري السعودي المحلي قبل جولتين على عكس الإمارات حتى لم يبدأ الدوري الإماراتي فكنا نتوقع أن تكون الأمور في صالحنا على أي حال إن شاء الله تكون الأمور جيدة بالنسبة للمنتخب السعودي في مباراة اليابان وأن لا ندخل في لعبة الحسابات والملحق أصلا ملحق طريقه طويل نظرة لأنه سيلعب مع ثلاث المجموعة الثانية من ثم ستكون الأمور معقدة أكثر إذا ما لعبنا مع الكونكا كافا وأمريكا الشمالية فسيكون الوضع معقد إن شاء الله نخلصها في مباراة اليابان وبذن الله وتكون الأمور إيجابية لصالحنا ورجالنا قادرين إن شاء الله أنهم يوصلون فينا إلى مونديار روسيا 2018 إن شاء الله ويكون صباح الرياضية صباح روسيا طيب حنا مو من المشاهدينا زي ما قلنا لكم من اليوم حلقتنا نصيب الأسد منها لموسم الحج وبإذن الله للأدقائق القادمة رح يكون عندنا ربط مباشر من أرض المقدسة وفي مكة المكرمة بالتحديد وأزمالنا هناك موفدين القنوات الرياضية السعودية هم يعني قاعدين نشتغلون في تقارير الرياضية السعودية بطاقمها متوافدة ومتواجدة في مكة المكرمة في عدد من التقارير عمما نطلع على فاصل وبعدها رح نرجع مشاهدينا خليكم ويانا تابعونا اللهم لبيك يا راحلين إلى منا بقيادي هيجتموا يوم الرحيل فؤادي سرتم وسار دليلكم يا وحشتي الشوق أقلقني وصوت الحادي وحارمتم جفن المنام ببعدكم يا ساكرين المنحنى والوهادي ويلوح لي ما بين زمزم والصفا عند المقام سمعت صوت منادي ويقولني يا نائما جد السرى عرفات تجنؤ كل قلب صاه آه 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 دي من ألم عرفات نظرة شعة نال السرور ونال كل مراد تالله ما أحلى المبيت علامنا في ليل عيد في ليل عيد في ليل عيد أبرك الأعياه اه 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 آدي ضحوا ضحاياهم ضحوا ضحاياهم ثم سال دماؤها وأنا المتيم قد نحرت فؤادي لبسوا ثيابا بيض شارات اللقاء وأنا الملوع قد لبست سوادي يا رب يا رب يا رب أنت وصلتهم صلني بهم فبحقهم يا رب فك قياد فإذا وصلتم سالمين فبلغوا من السلام من السلام أهيل ذاك الوادي صلى عليك الله يا علم الهدى ما شار ركب أو ترن محادي إذن مشاهدين حياكم الله من جديد وكيد اليوم بذن الله زي ما قلنا لكم من البداية غانب اليوم رح نتوجه ونخلي المشاهدين يربطون الأحزمة رح نطلع لنقل المباشر من مكة المكرمة وزميلنا موفد الرياضية السعودية راشد القعود راشد صباح كله بالخير وحياك الله وخلينا في قلب الحدث راشد صباح الخير راشد سمعنا راشد صباح خير راشد طيب إلى أي أجهز راشد أكيد أنه راح نسلط الضوء بشكل كبير من خلال الإطلالة الصباحية على الأجواء في مشاعر منا من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة استعداداً لليوم عرفها غداً بتأكيد بين الأجواء جميلة جداً هناك أكيد أنه نتمنى أن نكون هناك إن شاء الله يعني يوم من الأيام نروح يسمعهم سمعهم ونكون حاضرين إن شاء الله في مشاعر منا في مكة المكرمة بشيقول الأجواء الروحانية الجميلة دون أدنى الشك بتأكيد أنه أجواء مقدسة في مشاعر منا في مكة المكرمة على كل أن نعود مرة أخرى إلى مشاعر منا مع راشد القعود راشد صباح الخير كيف هي الأجواء لديك صباح النور لكل من في الاستوديو نتحدث عن أجواء جداً مميزة نتحدث عن تنظيم جداً عالي تنظيم أمني جداً ممتاز السكينة والهدوء هي السمى الأبرز هنا في هذه المشاعر المقدسة الكل هنا يعمل على قدم وساق من أجل إنجاح هذه التظاهرة الإسلامية التي بكل تأكيد نتحدث إلى الآن تقريباً مليون وثمانمائة حاج يأتون إلى المملكة العربية السعودية أو تحديداً إلى مكة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام نتحدث أيضاً عن تقريباً الأسماء أو الحجاجة الذين تقريباً أتوا بدون تصريح وتم تقريباً التعامل معهم تقريباً 400 ألف حاج الجهود هنا جداً كبيرة سواء من رجال الأمن أو الجهات الحكومية الأخرى من أجل تجهيز وتنظيم هذا الحاج على أكمل وجه طبعاً قائد الكشافة الدولي الأستاذ محمد رحبك عبر قنوات سعودة رياضية الأستاذ محمد خواج عفواً نتحدث عن يوم تقريباً بعد تقريباً أو قبل تقريباً ربع ساعة من الآن بدأ العمل فعلياً بالنسبة لك الشافة نعم صحيح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعلنا ممن يتشرفون بخدمة ضيوف الرحمن في مجال الكشافة نحن قادة ومجموعة كشافين يتراوح عددنا 150 كشافاً وقائداً وجوال نتبع للهيئة العامة للرياضة والشباب نقوم بعملية إرشاد الحجاج التائهين طبعاً قاموا الأخوة في لجنة المسح والإرشاد ممثلة في الأستاذ عدنان حمزة الأيام الأولى من أيام شهر بالحجة كمرحلة أولى لجمع البيانات من كافة مواقع منه ورصدها وإدراجها في دليل إرشادي يتم على ضوء ذلك إرشاد الحاج التائه جميل تحدث عن تقريباً 160 كشاف تقريباً من شتى مناطق المملكة العربية السعودية من تقيم ثمان مكاتب لهيئة الرياضة نعم صحيح من جميع مكاتب الهيئة التابعة لنا وهم يتواجدون الآن في مشعر منه على شكل ثمان وفرق تقوم بعمل ورديات متداخلة فيما بينها البين 24 ساعة إلى أن تنتهي أيام التشريق الثلاثة بإذن الله تعالى عملتم على ثلاث خطات وكانت في خطة وهمية تقريباً قبل أمس أو أمس اللي خطة الإرشادية الوهمية تقريباً كيف نسبة نجاحها بحكم النقائد ولله الحمد يعني كل سنة الأخوان بنعمل هذه الخطة الفرضية التجربية كانت نسبة نجاحها بنسبة يعني نقول إلى 96% نسبة طيبة والحمد لله أيضاً كان هناك في خطة فرضية تم التعامل بها مع قطاعات أمنية تم الاتصال على 911 وكان هناك تواجد من رجال دوريات الأمن في المشاعر أيضاً والدفاع المدني كانوا جنباً إلى جنب كانت الفرضية اعتباراً عن مساعدة الكشافة لرجال الأمن في إخلاء أحد المواقع التابعة للحجيج جميل نشكر لكم هذه الجهود وبإذن الله دائماً كما هي عادتنا بأن نكون دائماً قدها ويخرج هذا الحج بأنجح صورة بإذن الله بإذن الله تعالى شعارنا نحن الكشافة التطوع ونحن جنباً إلى جنب إلى دولتنا وإلى رجال أمننا وقائدنا الملك وخادمة ضيوف الرحمن الملك سلمان حفظه الله ونشكر الأخوة في جمعية الكشافة العربية السعودية ونشكر أيضاً لأخوان في الإدارة العامة لنشاطات الشبابية بالرئاسة العامة أو الهيئة العامة للرياضة على اختيارهم لنا لنيل شرف التمثيل لخدمة ضيف الرحمن بإذن الله تعالى شكراً لك محمد طبعاً الحديث الآن عن الحجاج وتواجدهم طبعاً الآن في الخيام هناك في ميناء تقريباً نشوفون الأجواء يعني غير مناسبة تقريباً للتنقلات الكثيرة في هذا التوقيت بالتحديد يعني خاصةً راح تكلفهم الكثير من الجهد بالتالي الأغلبية الآن متواجدين في الخيام التنقلات تكاد تكون بسيطة جداً بالنسبة للحجاج بالتالي بإذن الله سيكون هناك تغطية أوسع لنا هنا في المشاعر المقدسة أعود لكم ما شاء الله في البراد والإستدوات والأجوال الجميلة طبعاً راشد حاسدنا واضح لكن أنت عندك السكينة وعندك المشاعر الجميلة بإذا ما تشوف ضيوف الرحمن بإذن الله حنا ودنا مكانك ونت ودك مكاننا بإذن الله نتمنى أن نكون في هذه المشاعر طيب عموماً إن شاء الله بإذن الله السنة الجاية يعني نكون موجودة إن شاء الله حجة ولجميع من يتمنى بإذن الله نشكر أكيد راشد البعود من مشاعر منها في مكة المكرمة إلى هذه الجهود وبالتأكيد بأنه صحيح أن الأجواء حارة لكن الله يأجل الجميع وهي هطلت بعض الأمطار الخفيفة يعني عموماً في الأيام اللي طافت على مكة وسبحان الله ربي دائماً يكلم ضيوفة يعني في أمطار وإن شاء الله بإذن الله سعب بكل مكان إن شاء الله يا رب يوصلون بالسلامة ويكملون حجهم وكل المناسك بإذن الله بيسر وسهولة عمو المشاهدين مو بس اللي في مكة إذا أنت تبغى تخدم حجاج بيت الله وإيضاً ضيوف الرحمن وتتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة بخدمة ضيوفه مو مؤخد أنك تكون في مكة أيضاً حتى وإنت جالس في بيتك تقدر أنك أنت يعني تؤدي هذا نقدر نقول الواجب الديني وليس فقط هو واجب يعني وواجب إنساني أيضاً اليوم حدث جميل جداً في الأحساء اليوم هيئة الري والصرف طبعاً اللي موجودة في الحساء قدمت هدية للحجاج عبارة عن تمور فاخرة تقدم للحجاج وفي عدد من هذه التمور عموماً إحنا رح نتكلم كثير حول هذا الموضوع مع الأستاذ سلطان الخالدي ومدير العلاقات العامة والإعلام بهيئة العامة للري حياك الله حياك الله أستاذ سلطان صلى الله خير الله يحييتم وإهلا وسهلا أستاذ غانم وإستاذ نادي حياك الله الله يرطيكم العافية وإن شاء الله نقدم الفائد للجمهور الكريم كل عام شاء الله يا رب ونجم بشاهدينا الكرام الله يطول ممكنها تحدثت عن أنه خدمة الحج من كل مكان نعم لو نقيس المسافة بين جدة أو مكة المكرمة في أقصى غرب المملكة والأحساء في أقصى الشرق ومن خلال حضوركم وتقديركم للتمور اللي يجعلها بموزين حسناتكم والجميع أكيدوا أن هذه خدمة جيدة حدثنا عنها هو تنفيذاً لتوجهات سيدي خادم حرمين الشريفين لتسخير الإمكانات والخدمات تبيعها ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام قامت المؤسسة وببادرة منها وتنسيق مع الجهات المختلفة منها مطار الأحساء بشراكة مجتمعية تكاملية بخدمة ضيوف الرحمن وتقديم قليلاً مما لدينا من أهالي الأحساء وما تتميز به الأحساء وهي التمور الفاخرة التي يتم تعبئتها في مصنع تمور الأحساء التابع للمؤسسة العامة للري بمحافظة الأحساء أيضاً كيف كان مشاعر الحجاج وأنتم التمسوا هذا الشيء من واقع يعني قاعدة تشوفونهم ومثلاً تعطونهم الهدايا وهم مقبلين أيضاً على أداة فريضة كثير من المسلمين يتمنون هذا المكان التمسنا الشيء الكثير منهم في البداية أحب أن أتحدث عن الأخوة من القطاعات الحكومية الأخرى والجهات الأخرى وما قدموه من حفاوة في الاستقبال وحفاوة في توديع حجاج بيت الله الحرام وما كان له من أثر الإيجابي على حجاج بيت الله الحرام وتقديم عبارات الثناء والشكر لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وما تقوم به هذه القطاعات من خدمة وتسهيل في الإجراءات لحجاج بيت الله الحرام سلسطاني أنا دائما أفضل لغة الأرقام إذا كان لديك إحصائيات عن أدد التمور الذي تم توزيعها والأشخاص المشاركين والأشخاص الذين تلقوا هذه الهدايا من خدم حرمي الشريفين تقريبا ما يقارب أربعمائة عبوة فاخرة من التمور وزعت للأخوة حجاج بيت الله الحرام من مختلف البلدان القادمين عبر مطار الأحساء وعدد الموظفين عدد كبير الذي قام على خدمة ورعاية هؤلاء الحجاج والحمد لله إلى الآن ومستمرين إلى آخر رحلة عودة من مكة المكرمة إن شاء الله في تقديم هذه الهدايا جميل المؤسسة العامة للري يعني حقاقة للحق بكم من المؤسسات اللي نقدر قولها نشدة طوال السنة ليست حقا يعني ممكن مجوداتكم كبيرة أيضا من خلال أيضا تواصل ممكن نوجه لها تحية لستاذ أحمد الصايم أيضا لها تواصل كثير معنا كإعلاميين لبسانك يا سيد سلطان وأنتم ما شاء الله كلكم فيكم الخير والبركة دور المؤسسة في تهيئة أيضا مدينة الحجاج يعني نشوف حنا دائما يكون زي خلية الناحل في هذاك المكان وش اللي أنتوا سويتوا هذه السنة والله إحنا هذه السنة وفي السنوات السابقة من صميم عملنا هو تهيئة مدينة الحجاج كل سنة ولكن تميزت هذه السنة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بالحرص والمتابع الشديدين لرعاية هؤلاء الحجاج حجاج بيت الله الحرام فقامت الهيئة أو المؤسسة ممثلة بسعادة مدير عام المؤسسة فتور فؤاد بن أحمد الشيخ مبارك بمتابعة تهيئة وصيانة مدينة الحجاج في الداخل نعم تحدثت أن الهيئة مستمرة المؤسسة أو أفها المؤسسة الحملة أو أسمها ما شئت مستمرة بيود أن أعرف متى بدأت وإلى متى ستنتهي بدأت مع بداية أول الرحلات قدوما لمطار الأحساء وستنتهي بإذن الله بعد أداء مناسك الحج لحجاج بيت الله الحرام وعودتهم بالسلامة واستقبالهم بمطار الأحساء إن شاء الله بالحفاوة والتقدير وتقديم الهدايا لهم كما قدمت لهم في بداية الأمر جميل احتجتوا لهم تطوعين أكثر أو أنتوا بس اكتفيتوا بالأجر أنتوا بس موظفين المؤسسة والله موظفين المؤسسة وكان بمساعدة الأخوة بمطار الأحساء من طاقم عمل يختص ببعض الأمور التطوعية والأمور الموكلة إليهم في خدمة ضيوف الرحمن جميل نعم طيب المؤسسة بشكل عام أكيد أنه في متابعة دقيقة للحجاج ومن خلال هذا الموسم تحديدا مقارنة في الموسم الماضي لو جينا نقارنها هل توجد أرقام مزدادة أو كان في تغيير كبير من خلال الموسمين والله هي كمتابعة وهل هذه الخطة مقبلة للموسمين جميلة أكيد أكيد الخطط مستمرة وأيضا نسعى للتطوير وللاحتواء المبادرات واحتواء الآراء التي تساهم في سبيل رفع مكانة المملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام جميل طيب أنتو في أيضا بينكم تعاون وبين مركز الملك سلمان الإغاثي نعم كلمنا على هذا التعاون وش اللي أنتو قدمتوه للمركز ويضا أن نقدر نقل نشاطات القادمة لكم المشاركة من ضمن إسهامات مصنع تعبئة التمور هو دعم لمنظمة الغذاء العالمي نعم بمنتجات التمور المعبئة بمصنع التمور تابع للمؤسسة وبعد تأسيس مركز الملك سلمان حفظ الله للإقاثة والأعمال الإنسانية تم المساهمة وإلى الآن بعدد من كميات التمور المقدمة للدول المتضررة والتي يقوم مركز مركز سلمان بتقديم المعونات الغذائية لها نعم عن طريق مؤسسة الرئيق قامت بتكريم جهات حكومية نعم حدثنا عن هذا الجانب الجهات الحكومية هي طبعا الجهات المشاركة وهم مبدأ التكاملية والتعاوم مستمر بين الجهات مثلا الجهات الحكومية مثلا الأمن المطار الشرطة الجوازات الجوازات القطاعات الخدمية الجمارك القطوط السعودية الموظفي القطوط المتواجدين نعم ممن كان لهم دور في لهم دور نعم في تسهيل مهمة خدمة حجاج بيت الله الحرام جميل طيب نحن يعني يمكن الشخص اللي يعدي يسمع الحين اللي كنا نقول متى بدأت حملتكم المؤولة المبادرة ومتى راح تنتهي وأيضا بنفس الوقت الأوقات اللي انتوا تكونوا متواجدين فيها الأوقات اللي نكون موجود فيها طبعا هي أوقات الرحلات تكون مرتبطة في جدول الرحلات نعم يزودنا المطار بجدول الرحلات المغادرة والرحلات كم رحلة تقريبا في اليوم؟ تقريبا إلى أمس أربع رحلات مغادرة كان أكيدنا فيه أوقات متفرقة صحيح؟ سم؟ سم العدو فيه أوقات متفرقة أوقات متفرقة نعم كان عدد المغادرين ألف ومئتين حاج تقريبا عن طريق مطار الأحسن جميل طيب بالنسبة لأخواننا وأشقائنا الأخوة القطريين يعني في توجيهات خادم الحرمين الشريفين أكيد كان لهم معاملة خاصة في موسم حج هذا العام كلمنا أكثر عنها أستاذ سلطان الأخوة القطريين هم ضيوف خادم الحرمين الشريفين في البداية وهم ضيوفنا سابقا وإلى الآن فلم يتغير شيء في استقبالنا لهم سابقا والآن الحمد لله هو استقبال خاص بهم تحت رعاية وإشراف مقام سيد خادم الحرمين الشريفين من المطار إلى أن يصلون إلى أماكن إقامتهم في فندق من فنادق الأحساء وإلى أن يغادروا وهم يثنون على الجهود التي يرونها من أخواننا المتواجدين في المطار أو سواء أن المتواجدين هي أماكن إقامتهم جمي إحنا رح نرجع للاستكمال الحديث معك لكن رح نطلع لتقريرك كيف أنت مع الفن التشكيلي؟ ترسمين الناهد أو لا؟ أحمد شيء أسأل لا يعني أرسم عندي محاولات بس أي أحد يشوف رسمتي يقولي لا ترسمي مرة طبعا فن التشكيلي كيف أن نطلع من الأدب والشعر والأمور هذه على أي حال سنطالع تقرير عن النادي الأدبي ثم نعود لاستكمال الحديث تابعوا نظم نأدي الأحساء الأدبي بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في فرعها بالمنطقة الشرقية مساء الأربعاء الماضي بمقر النادي ندوة عن جهود المملكة في خدمة الحجاج والمعتمرين بشكل عام والحجاج القطريين بشكل خاص جاء ذلك بالتزامن مع صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله باستضافة الحجاج القطريين على نفقته الخاصة لا شك أن خدمة الحجاج والمعتمرين عموماً وخدمة الأشقاء في قطر وما وجه به خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان أيده الله هو واجب شرعي وهو يعكس منهج هذه البلاد المباركة التي ترى أن الحج فريضة وأنه الركن الخامس من أركان الإسلام وهو حق لكل مسلم بعيداً عن جميع المواقف السياسية ولذلك لم تؤثر مثل هذه الخلافات السياسية في منهج هذه البلاد وعلى مدى ما يقارب قرن وهذا هو منهج بلادنا من لدى المؤسس ملك عبد العزيز رحمه الله إلى آخر أهد الملك سلمان بن عبد العزيز وفقه الله وحفظه وهذا المنهج لم ينخرم طوال هذه السنوات رعاية الحجيج وخدمتهم والتشرف بذلك أخيقة هي بلد الخير قدمت للمسلمين وللإسلام خدمات شتى دون أن ترفع لواء المن على أحد أو تقول في يوم من الأيام نحن قدمنا لكم وننتظر منكم مجلس إدارة نادي الأحساء الأدبي قرر أن ينظم هذه الندوة لإبراز كافة الجهود المباركة في هذا الجانب تنفيذاً للتوجيهات السامية الكريمة هذه الندوة جاءت انطلاقاً من استشعار النادي لمسؤولية في الوعي بالقضايا الأساسية التي تحمل الدولة ما في شك أنه ما تقدمه المملكة حقيقة للحجيج بشكل عام وللمعتمرين ولحجاج كطر بشكل خاص هذا ليس مجال شك ولا مجال تسييس ولا مجال هو انطلاقاً من مسؤولية ولاة الأمر في هذه البلاد حفظهم الله والحقيقة أنه ما تتعرض له المملكة من تشويه هو من إعلام موجه هو من تتكسر هذه الأكاذيب على نصال الحقيقة وعلى ما يعني يقدم لحجاج بيت الله الحرام وهذا شرف الحقيقة لهذه البلاد ولقادتها ولشعبها وهذه الندوة جاءت في هذا التوقيت بالذات لأنه موجود من الأخوة القطرية منه موجود في الأحساء الآن من حجاج قطر ينعمون بالراحة ينعمون بالإطمئنان يسكنون في أرقى الفنادق في الأحساء تمهيداً لنقلهم إن شاء الله إلى مطال الملكة عبدالعيز بجدة حتى نبين للمجتمع الأحسائي ما تقوم به الدولة وتنفيذاً لأمر خادم الحرامين الشريفين هذا واجبنا وهذا قدرنا ويجب أن يواكب النادي مثل هذه الأحداث الكبيرة التي تنهض بها الدولة وبعد ختام الندوة تم تكريم المشاركين من قبل النادي الأدبي في الأحساء البرنامج صباح رياضية عبدالعزيز بهمي شكراً لزميلنا عبدالعزيز هذا الأنشطة التي تكرر في نادي الأدبي للحساء شهادتنا في مجروحة وشهادتنا في مجهودات دكتور ظافر الشهري وأيضاً كثير من طاقة من العمل المتوجن أنت عارف غانم طوال السنة عندهم نشاطات ممارك ويساء يعني ما أدري إن شاء الله الحساء يعني شكلنا بنحسدكم يعني مؤسسة للري وأيضاً بنفس الوقت النادي الأدبي وعندكم بعد جمعية الثقافة ولي عندنا بعد عندنا نشاطات كذا أكيد أنه هذه من ضمن خدمات المجتمعية أكيد أنه هذا نشاط مهم ولوه دور كبير في خدمة المجتمع ودور بشكل جيد لأفراد المجتمع ومنحهم الفرصة من خلال هذه النشاطات أكيد غانم شو تعليقك سيد سلطان من علاء مجهودات النادي الأدبي في الحساء وبنفس الوقت هذه الندوة مجهودات النادي الأدبي في الحساء بقيادة الدكتور ظافر الشهري مميزة ومتنوعة ومتعددة من خلال الفعاليات التي نشهدها بشكل تقريباً أسبوعي نرى النادي الأدبي يخرج لنا بشيء جديد وشيء مفيد للمجتمع ومؤخراً الندوة الحالية عن الحج وعن عملية تشييس ومحاولة خلال بالأنظمة في حج موسم 1838 والتي إن شاء الله لن تنجح ولا ينجح مهما نحاول نعم وأثبتت هذه المحاولات عمق واتحاد وتعاون أبناء الوطن في مواجهة هذا التدخل السافر الذي يخلو من القيم ومن المشاعر الإنسانية في شعيرة مثل شعيرة الحج ويعمل لها ما يعمل والحمد لله المملكة تقف شامخة بقيادة سيدي خادم حومي الشريفين وولي عهده الأمين ودائماً إحنا كمسلمين موسم الحج هو موسم فخر حتى أمام كل الأديان اللي ما فيه من ترابط ديني واجتماع الملايين في مكان واحد العالم كله يشاهدنا العالم كله يشاهد هذا الرقي هذا الأمر الجميل هذه الشعيرة المقدسة اللي من خلالها يأتي المسلمين من كل أنحاء العالم إلى مكان واحد إرضاء لله سبحانه وتعالى فأي محاولات لتسييس أو محاولة في دخول أو استيادة بالمال لن تنجح بإذن الله لأن الإسلام فوق كل شيء والحج فوق كل شيء بإذن الله أكيد طيب سيد سلطاني قبل ما نختم معك نبي نعرف بعد الحج إن شاء الله ويش النشاطات اللي أنتو بتكونون فيها وخلنا نكون حين عندنا أخبار حصرية عنكم الحمد لله الآن المؤسسة العامة للري قامت في مبادرة وهي مبادرة مليون شجرة داخل الأحسان راح نتقدمها المؤسسة تحت مضلة وزارة البيئة والمياه والزراعة هذه المبادرة إن شاء الله ستنفذ على مدى أربع سنوات من الآن نعم وهي مبادرة نولية يعني خلال أربع سنوات سيتم زرع مليون شجرة بإذن الله بإذن الله وهي مشروطة باستخدام المياه غير التغليدية أي المياه المعالجة أو مياه الصرف الزرائع المعادة استخدامها والمؤسسة من بداية المبادرة التي قامت بها وزارة البيئة والمياه والزراعة التي هي تقريباً عشرين مبادرة والمؤسسة تعمل وجاهدة في إنجاح هذه المبادرة بإذن الله إن شاء الله يا رب وبتعاون الجميع من القطاعات الحكومية الأخرى إن شاء الله إنا أكيد نتمنى لكم التوفيق ورح نكون معكم قلباً وقالباً أنا شجرة تعطينا وأنا أغانم شجرة من مليون مليون وشجرتين اليوم تمر وإن شاء الله اللقاء القادم يكون شجرة نشكراً لكم أيضاً إحنا حضينا بتمر فاخر من نفس الهدية التي تقدم للحجاج شكراً لك سيد سلطان نوارسل اليوم وسعدنا ودائماً نفتخر بشبابنا واللي دائماً يرفعون اسم المملكة عالياً سواء بالإنجازات أو حتى بأخلاقهم وتعاملهم مع الغير وحتى أنت ما شاء الله مثال حي موجود معنا اليوم في صباح رياض أنت أهل لذلك سلطان نشكرك جزيل الشكر وأنا أشكركم جزيل الشكر وأشكر القيادة مؤثلة خادم حرمين الشريفين وولي عدد الأمين والقيادات الأمنية داخل هذا البلد والقطاعات الخدمية وأشكرهم الوقوف على خدمة الحجاج وإن شاء الله يكون سنة إن شاء الله تكون سنة للحجاج ولمملكة إن شاء الله تكون مميزة بإذن الله شكراً جزيلاً لك بالتأكيد مشاهدينا شاهدنا قبل قليل تقرير عن الفن الأدبي والحديثة أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا أبر العاج في أستاذ محمد الصفيان مدير علاقات العامة والإعلام أستاذ محمد صباح الخير مرحباً بك أستاذ محمد صباح الله بخير شك بارك ساذ محمد ونورتنا وكل عام يا رب إن شاء الله وإنت بخير بإذن الله الله يحييكم أستاذ محمد في عدد كبير من المشاريع التي تدشن في الأيام هذه وأيضا بنفس الوقت يدشنها أمير المنطقة الشرقية احتفالاً أو خلال فترة عيد الأضحاء المبارك ودائماً نشاطات أمانة المنطقة الشرقية مباركة ومجهودات كثيرة حدثنا عنها أكثر سوف يدشن صاحب السماء الملكي أن أمير سلب الله أمير المنطقة الشرقية مرساة هذا اليوم أمير المنطقة الشرقية مشكور طريقاً منك عبد الله مع طريق مك عبد العز محافظة مقوبة كما تشيدش أنه طريق الأمير متعد مع تقاضي طريق الأمير نعيب وطريق أمير المنطقة الشرقية فبالتالي هذه المشاريع التي تفوق مباررها أو تكلفتها أكثر من خمسمائة مليون ديار سوف تساعد بشكل كبير في بكل الاختلاقات المرومية وسوف تغير أيضاً من خاطر المنطقة من حيث التسهيل على قائد المركب في التنقل أيضاً حاصلت المنطقة الشرقية وتركي من زموانية المنطقة الشرقية بفتتاح هذه المشاريع خلال قبل عيد رفا المبارك وذلك بتمكين زموان المنطقة وتمكين أهالي المنطقة أيضاً من تنقل السبولة ويصد خلال نجلس كما هو الحال في عيد الفطر المباركة والمباركة الذي تم سجين من خلال عدد أيضاً من نطقة الرئيسية والحيوية من المنطقة الشرقية جميل نعم أستاذ محمد أكيد أن الأمانة أجرت استعدادها بشكل كبير ونتحدثت بشكل مختصر عن استعدادات الإيد الأضحى لكن بودنا أن تطلعنا على تفاصيل أكثر حول استعدادات الأمانة خصوصاً في موسم مثل موسم إيد الأضحى اللي يعتبر مليئ حقيقتاً بشكل كبير أنا شكراً قمات القصدية التي أتفقد يعني السنو يعني يعني السنو السنو الموسم طبعاً ورحمت شكراً 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 أتمعين يا رب جميل 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 وخطيق وكافة الوجهات زائل ومجهة 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 زائل في كافة عيدية منطرق والحداء والنصف الحال أيضا تم تنهيئة مصليات العيد ومواقع الاحتضارات ومواقع التنجيل تنجيل عميدة الإنارة في عقود زينة والاتهاجة في هذه البطاعة وكذلك الماديين أيضا تم نشكيل خاطئة على عدد الحالة الإجارية وكذلك المظاهم أيضا تنجيل الحالات المجانية ومحصيل المراقبة أيضا الأممال النظاهم ومن خلال زيادة مع المعجلة النظاهم ومن خلال النظاهم نظاهم الخدمات العربية وكذلك أعلى ومصالحة الأممال في كافة الماديين والصور الإنارة وغيرها طبعا هناك أيضا خطة تستخدمها على المناطق المحيظة بها ونظافة السفاة والمراقبة المحيظة بالمساجد التي ستفادها السفاة والسفاة المحيظة بالمساجد والتأكيد على أفضل حيظة الحجاء والمعزين والمشارة الضحية سيد محمد لا يوجد خطة أيضا زيادة أعمال المضاعفة والمهدات المضاعفة وتخشيص أيضا حدد الحروبية وكثرة الأرضاحية والطبعة ولكن جدني أولا إن شاء الله المتخلص المواطنين بإستخدام مع المعزين بأجل مرمي ما يتبقى على الأرضاحية في الشوارع هناك حروبية الض SAT и حفاظا على الأدوية حفاظا على أجل نتشعر الحشرات من أجل حروبها يدعى الأرضاحية في الشوارع الأعمى أو في أماكن الغير أو هناك أماكن ذات الأمانة وتم تأمين أو تم نشرها كثيراً صالحاً هناك مصالح مجلساً لأب السيد حفاظاً على الغبائع وحفاظاً أيضاً أن النواة المستخدمة في عملية برحلة رواحية تكون سليمة حتى لا تقع بالتأكيد وهذه يعني ثقافة المجتمع السعودي بشكل عام المحافظة على النظافة والصحة العامة كل شكر لك للأستاذ محمد صفيام ودير علاقات العامة أشكرك جزيل الشكر بالتأكيد يعني المجتمع السعودي بشكل عام خصوصاً في هذا الموسم مطلوب منه بأنه يكون أكثر ثقافة وأكثر وعي خصوصاً أنه راح يكون فيها الكثير من المهملات مهملات الضحاية بشكل خاص شكراً جزيل عليك وشكراً ونصوركم في محافظة الجزيل وكما تشاهدوا مشاهدينا شكراً جزيلاً لك العامة بخير أبو سعود أكيد مشاهدينا يعني كثير من التوجهات ورسائل التوعية اللي دائماً يعني تقال في كثير من الوسائل سواء كانت في السوشيل الميديا وحتى الوسائل الإعلامية أنا مبسط في شغلة في أمانة الدمام يزروعون ورد وفي الحسن يزروعون شجر جميل جميل الزراعة يعني كسبنا الآن شغلتين شجر وورد يعني هذا الرجال لك أنني أنا ما أحب الشتاء الدليل في الصيف وفي الربي يعني متأكد أنك ما تحب الشتاء طبعاً ممكن تزرعون في الشتاء لا عادي يصير لكن يكون صعب جداً طبعاً الآن أريد أن أتدور لك رب مخرج لأخير نطلع لفاصل المشاهدين ورحي نرجع شكراً لكم وإعانا طبعاً حجيج لربهم تهليلاً متوجهو بقلوبهم تبتلاً لبي سروا لباكة نسكاً بديعاً حجيج لربهم تهليلاً وتوجهو بقلوبهم تبتلاً لبي سروا لباكة والفؤاد سرى بهم والقلب صار موجهاً ودليلاً تحكي خيام من عذوبة جمعهم وحديثهم وسؤالهم تسهيلاً والشمس ضل حين طابت روحهم والضيق وسع يستفيض جليلاً يتلذذون برميهم وبمشيهم نحو المشاعر والوقوف طويلاً وفد الإله فكم لهم من حظوة إن أحسنوا الإقبال والتأميلاً حجيج لربهم تهليلاً وتوجهوا بقلوبهم تبتلاً لبي سروا لباكة والفؤاد سرى بهم والقلب صار موجهاً ودليلاً في أطهر العرصات جاءوا كلهم في ساعة وقف الجميع ذليلاً شعث وظبر يسكبون دموعاً أهلاً بحضاراتكم من جديد ما زدنا نواصل فقرات برنامجكم الصباحي صباح الرياضية وبالتأكيد لابد أن نصل الضوء على إنجاز تم تحقيقه بشكل كبير بعد أن حقق الكابتن محمد سويق ذهبية بطولة العالم للتايكواندو بعد أن اجتاز منافسه الإيطالي أندريا في المباراة النهائية وتمكن من إحراز هذه الميدالية الذهبية رفع اسم المملكة العربية السعودية بالميدالية الذهبية من خلال هذه البطولة هذا البطل بالتأكيد نستعرض إنجازه في هذا التقرير ثم نتابع الحديث معه بعد هذا التقرير تابعونا الحمد لله والشكر لله على هذا الإنجاز الكبير الذي يعد معجزة في حد ذاته تحققت بفضل مجهودات من اللاعب ومن إدارة المنتخب الحمد لله على كل حال حقيقة الإعداد الجيد والإمكانات التي أمتلكها محمد كانت غير طبيعية ساعدت على التوقع والتقدير أن يوجد بطل عالمي في هذه اللعبة تكللت من خلال عدة مسابقات تشارك بكدة بطولة بعدها تتحقق الحلم في إنجاز الذهبية الحمد لله في منتصف الجولة الأخيرة يعني حسيت أن أكو ذهبية راح تجي إن شاء الله بعد ما حقق بطل العالم أنت إيه شعورك في ذيك الليلة يعني دموع تنهمر بدون توقف أنا كنت عندي بطولة تنشيطية في نفس الوقت اللي كان فيه يلعب محمد كنت تتارك البطولة وكانت أسمع الأخبار وتفرج على المبرأة طبعا بعدها خلاص شعور لا يوصف بصراحة تقيقة شعور لا يوصف على مستوى عالمي ونهنأ الأسرة الحاكمة على رأسهم الملك سلمان وولي العهد وإن شاء الله هذه مبادرة جيدة ورح تكون إن شاء الله بداية انطلاقة لجميع الشباب إن شاء الله جاز رائع ويحمسنا إن شاء الله إن احنا نوصل إلى هذا المستوى وأبناءنا إن شاء الله راح يكون إن شاء الله جاهزين في المرحلة القادمة لهذا النوع من التحديات وبدأها محمد وإن شاء الله راح نكون كلنا إحنا محمد إن شاء الله ماذا اسمك يا بابا؟ مهدي ابنك ومشارك في النادي أم لا؟ نعم نعم هو مشارك في النادي وتوى قبل أمس حصل على مدالية ذهبية في أحد البطولات نعم عنده إنجازات بعد رائعة أي سنة تدرس صف خامس يبرح سادس كملك مع النادي؟ تقريبا بكمل سنة ونص وش أفضل إنجاز أنت حققته؟ في جدة بطولة المملكة حصلت على المدالية الذهبية الحمد لله الحمد لله رب العالمين على هذا الإنجاز وهذا الإنجاز صراحة رفع راسي الحمد لله رب العالمين ورفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله في محفل صراحة من المحافل الكبيرة والحمد لله حقق المدالية الذهبية وهذا إنجاز أهديه للوطن والحكومة وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الله يحفظه وأقول له هذه هدية للوطن إن شاء الله لقيت الخبر من الكابتن عبد المنعم فصراحة غمرني شعور جدا بالسعادة صراحة الحمد لله رب العالمين أكيد أنه انهامرت عليك الاتصالات والتبركات من الأقارب الحمد لله من كل من كل من كل ناس أعرفهم ناس ما أعرفهم ناس مجرد أن يعرفون هذا ابني جوني باركولي الحمد لله رب العالمين استعلك الخير استعلك الطيب إن شاء الله وهذا أقل حاجة أن قدم حق الوطن إن شاء الله موسيقى 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 الحمد لله رب العالمين يتحقق الإنجاز هذا بفضل الله بفضل كباس كبتن عبد المعن الخواهر كبتن عزيز كبتن فد ويسان كبتن محمد القاطع هم اللي يساندون يوصلون هذا المستوى فالحمد لله رب العالمين محمد متى حسيتني كنت بطل العالم؟ يوم انتهت الجولة يوم انتهت الجولة كانت جولة بالنسبة لي صعبة؟ لأنه تفصل بين الذهب والفضل فأكيد موسيقى 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 إذن مشاهدين أحياكم الله من جديد أكيد الإنجازات السعودية على يد أبنائها كثيرة في الفترة الأخيرة وكثير غانب نشوف الموهوبين والموهوبات لازم تقول موهوبات أيضا كل ما هو علاقة في إنجاز الوطن يجب أن يتغنى فيه طويل يستحق الوطن من الكثير بالفترة أو في اليومين شفنا بعد التقرير احتفالنا وفخرنا والذي يقول أننا نبالغ في الفخر هذا ما والاحتفال هذا ما هو مبالغة بالقدر ما هو إحقاق للحق وإعطاء كل ذي حقا الكابتن محمد حقق لنا إنجاز افتخرنا فيه وفرحنا فيه وأيضا يعني عارف الشعور الإيجابي يعني في فترة هذه شعوره إيجابي كثيرا اليوم سنصرف الكابتن والحائز على بطولة العالم في تيكوندو الكابتن محمد نورتنا اليوم في البرنامج صباح الأبطال كيف حالك؟ الحمد لله وأيضا نرحب في الكابتن والمدرب عبد المنعم الخواهر حياك الله كابتن أهلا وسلم فيكم وأيضا نرحب بالضيف الذي شارككم اليوم في القدوم إن شاء الله بعد العيد سيكون لنا كابتن ماجد أيضا موجود خلف الكواليث إن شاء الله خلينا نبدأ معك كابتن كيف كان الشعور في الأيام في يوم حققت أنت الإنجاز كابتن محمد والله الحمد لله رب العالمين كان يعني شعور كويت يعني والفرحة الحمد لله كابتن أنا شفت جزء من المباراة النهائية ولاحظت أنك كنت مسيطر بشكل كبير وفي ثقة بنفسك عالية أكد أنه كان فيه إعداد كبير حدثنا عن هذا الجانب وتحديده عن المباراة النهائية طبعا يعني قبل المباراة كان فيه تفاهم بين الكابتن على اللي راح يصير في المباراة وعلى السيناريو اللي راح يصير الحمد لله يعني سمعنا الكلام وطبقناه وجبت الذهبية تستاهلك الخير زي ما خبت بحكم أنه والله إيطاليا أكيد أنه عندها قيمة في تايكواندو لعب إيطالي ومنافسينك أصرا كلهم يعني فيه لعب اللي جاب المركز الرابع أوكراني والثالث تركي أو الرابع تركي والثالث أوكراني ما كنت قلق يعني أنه أنت السعودي العربي الوحيد في هذه المنافسة لا كنت واثق من نفسك جميل جدا كابتن أوجه سؤال إليك كنت أشرفت على اللاعب فلين وصل إلى المنتخب بعد ذلك اهتم فيه لتحد السعودي تايكواندو حدثنا عن مراحل وصولا إلى المنتخب نعم بدأ طبعا البداية محمد كان من قبل ست سنوات تمثلت في تدريب في كذا مرحلة تطور يعني كان اتفاق بينه وبين والده أن يسلم لي من البداية أنا أتولى كل شيء معه حتى في جانب التدريسي بحكم أني مدرسة تربية بدنية والحمد لله اتفقنا على هذا المجال هذا أن نحن نوصل إلى العالمية وبدأت خطوات طبعا بالتدريب في كذا صالة وتنقلنا في كذا نادي إلى أن استغرينا في نادي السلام الذي يحتضن اللاعب خير احتضان ومثل النادي أفضل تمثيل الحمد لله جميل واهتمينا باللاعب تشارك في بطولات عدة محلية أيضا على مستوى منطقة الخليج في البحرين فيها كذا مكان والحمد لله لما تم اختياره من قبل ستة شهور بدأت تحقيق على مستوى الدولي جميل طيب كابتن محمد الحين أنت بيصف تقريبا طيب متواصل طيب كيف؟ يعني أنت شاطر بالمدرسة؟ يعني بيه 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 الحمد لله ولا تحب التلعب وتروح النادي أكثر الحمد لله معدلك يكون دائما كويس وأهلك يكونون راضين عن المعدل الحمد لله حلو وما في يوم الأيام كان عليك اختبار وكانت عندك مباراة؟ طبعا فيه يعني تصير بس يعني يصير عندي للعذر فتنعاد للاختبار محظوظ يعني أنت في هذا الجانب طيب لو رجعني كابتن المسيح من البداية شاركت جبت الثاني في آسيا صحيح شاركت في بطولات خليجية وهذا كله أكيد أنه ساهم بشكل أو بآخر في وصولك لهذه المرحلة خطتك المستقبلية كابتن أكيد أنك راح تشارك في بطولات مقبلة من ضمنها زي ما تحدثنا بطولة فرنسا المفتوحة بعد شهرين هل أنت وصلت لهذا الإنجاز وخلاصك تفيت ولا ما زلت متعطش؟ لا هذا يعني طبعا إنجاز يعتبر بداية الإنجاز إن شاء الله فأنت يعني بتدري تحبة حبة إن شاء الله جميل طيب يعني نقول أنه إن شاء الله راح نشوفك في مراحل قادمة على مستوى يعني نحن نعرف أنه سعودية أكيد أنه دائما ما تحقق إنجاز في فئات الناشئين والشباب والدليل بطولات كثيرة حتى مش بس على مستوى للعب الأخرى بنشوفك إن شاء الله في الأولمبياد إن شاء الله أكيد توعدني أنت راح تلحق على توكيو ولا لا؟ ولا راح تكون صغير يصير عمرة 17 ونصف راح تقدر تلعب ولا لا؟ ونصف ولا الفين واربع وعشرين؟ لا إن شاء الله عالفين وعشرين يعني عالفين وعشرين توعدني نجيب ذهبية توكيو إن شاء الله بشوفك هنا بإذن الله إن شاء الله على كل ينضموا إلينا هاتفيا مساعد مدرب المنتخب للتايكويند والأستاذ سعد القحطاني أكيد أستاذ سعد محمد القحطاني مساعد مدرب المنتخب السيد محمد صباح الخير أهلا بك ما أنا في صباح الرياضية صباح النور على الجميع وعلى ضيوفك الكرام البصر محمد السويق والكبتن عبد المنعم الخوائر حياك الله بواطنين حياك الله كبتن محمد عندما نتحدث عن الإنجازات السعودية في موضوع التايكويند وبالتحديد فيأكيد هناك إنجازات سابقة بالإضافة إلى إنجاز محمد كلمنا بنبدة سريعة ومختصرة عن أبرز الإنجازات اللاعبين السعوديين في مشاركاتهم الدولية والعالمية السابقة أولا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين على الإنجاز العالمي اللي يتحقق واللي كان ثمرت جهود وثمرت تعب في فترة فاتقة ووفق طهام مسبقة من الاتحاد السعودي التايكويندو ومن جميع الأجهزة الفنية المشرفة على المنتخب السعودي طبعا نحن نتكلم عن التايكويندو تاريخ كبير للإنجازات تاريخ دولي وتاريخ معروف في الرياضة السعودية بتحقيق الميداليات العديدة في مختلف البطولات نحن لو نتكلم كن يبغى حلقة كاملة عن الإنجازات هذه صحيح عندنا أشكالية في الكل اللي يعرف من كرة القدم هي الرياضة الأولى في جميع دول عالم وهذه أشكالية كابتن محمد؟ هم؟ هذي أشكالية؟ أنت تقول عندنا أشكالية؟ أشكالية هي في بروز الألعاب الأخرى والإنجازات الأخرى ما تأخذ حقاً وهذا يمكن في كل مكان في العالم زي ما قلت سامح ما شي طبيعي لأن كرة القدم هي رياضة الشعبية الأولى لكن أنا نفرح بالإنجاز هذا ما يلغي إنه إنجاز كبير جداً اللي تحقق ليه الحمد لله أنتم بادرتوا ممكن كأول قناة تستطيس البطر محمد وهذه بادرة جميلة شكراً لكم عليها نجأ ذات تيك وندو أنا بتكلم عن الفترة القريبة عن موسم 2017 ما راح نرجع للبعيد طبعاً بداية أول شهر في موسم 2017 كانت لدينا مشاركة دولية في تركيا كان معنا تقريباً 16 لاعب وحققنا ميدالية ذهبية وميدالية برونزية محمد السويك كان ضمن المحافظين بالميدالي برونزية وعندنا لاعب آخر حقق الميدالية الذهبية اللي هو لاعب رياضة أفريق بعدها مباشرة في مشاركة عن مستوى الفريق الأول بجمهورية مصر العربية اللي هي بطولة جي تو وحققنا ميداليتين برونزية عندنا كذلك بطولة التوامل الإسلامي ميداليتين برونزية عندنا كمان بطولة آسيا للناشئين تحقق ميدالية فضية وميدالية برونزية كذلك والإنجاز الأول للتايكوندو السعودي بتحقيق المركز الرابع على آسيا كأول مرة في تاريخ تايكوندو السعودي بتحقيق خمس ميداليات برونزية في دولة كازاخستان وتوالت الانتصارات وتوالت الإنجازات بتحقيق البطل محمد السويق الميدالية الذهبية في بطولة العالم وكان أملنا بالأمانة يعني كنا مأملين على أكثر ميدالية لن كنا ننظر ونشوف الأبطال هذول وكنا عندنا التوقع أن نطلع بثلاث ميدالية بدت بحكم أن ظروف الرياضة بصفة عاماً فوز الخسارة شيء طبيعي فبإذن الله عندنا بطولات قادمة وعندنا التصيات الألعاب الأولمبية للشباب تحت 17 سنة ستكون بعد 6 شهر من الآن في تونس ويوافقها كذلك بطولة العالم وعندنا شباب بإذن الله نتأمل فيهم خير نحن نتأمل في ميدالية أولمبية تحت 17 سنة بإذن الله طيب كابتن محمد الآن كابتن محمد يسمعك وش الكلمة اللي وديك لنا إنك تقولها له قدام المشاهدين وبنفس الوقت اللي تحمسه وتدفعه وتخليه بعد يحقق إنجازات أكثر وأكبر بعد محمد شخصيته يعني ساعدتنا كثير كثير جدا في إحنا نمشي على الخطة وخطة منضبطة جدا محمد إحنا كنا نقول إحنا كجهاز فني وبكلام بيننا راح نجي ميدالية عن طريق محمد السويق بس ما كنا نتوقع إنها تكون ذهبية إحنا كنا نقول راح نجي ببرونز راح نجي بفضل بس فاجأ الجميع ويعني الحمد لله نحقق بميدالية بهذه أنا أنصح نصيحة مهمة مهمة جدا جدا إن هذا الإنجاز يبقى للتاريخ ومن بعد الإنجاز إحنا نبدأ في العمل للأكبر بإذن الله جميل ومحمد كقراءة فنية للجهاز الفني بقيادة الكابتن عزيز والكابتن فاحد المشرفين على المنتخبات السعودية وعلى تطويرها إحنا من قبل ما نطلع لطورة العالم أضفنا اسم محمد لللاعبين المشاركين معنا في الألعاب الأولمبية اللي راح تكون بعد ستة شهور إن شاء الله طيب محمد تريد تريد على كابتن محمد شيء تريد تقول له شيء ما تريد حتى تقول له شكرة ومكانك قاعد يمدحك الحين طيب أنا راح أقدم له الشكر بالنيابة عنك على كل إن شاء الله يكون القادم أجمل ومليء بالإنجازات ونرفع اسم المملكة عاليا كما هي عالية دائما أشكرك جزيل الشكر الأستاذ الكابتن محمد قيحطاني مساعد مدرب المنتخب السعودي للتايك واندو لفاة الناشئين شكرا جزيلا لك لظهورك معنا في هذا الصباح شكرا لكم جميعا وبإذن الله نرفق في إنجازات بإذن الله بإذن الله بالتأكيد هذا دايدا المملكة وديدا الرياضية المملكة حتى لو زعلونا بالأمس بخسرتهم بالإمارات على مستوى كرة القدم إلا أن اليوم نحاول نفرح في هذا الإنجاز محمد أكيد أنه أنت ما زلت في سعادة أدودك الفترة المقبلة متى راح يبدأ؟ أسبوع الجاي إن شاء الله أسبوع الجاي حتى يعني بعد العيد مباشرة لبطولة فرنسا المفتوحة صحيح وإيش تعد الجمهور في بطولة فرنسا؟ إن شاء الله ذهبية راح يعني يتكرر الإنجاز بإذن الله طيب أكيد أنه محمد يحتاج إلى رعاية كبيرة ويحتاج إلى اهتمام أكبر كونه أمره 14 سنة وزي ما قال هو في الثالث متوسط إلى جانب أنه رياضي ويحسافر وكذا كيف يتم تهيئة الوضع المحمد فنياً اجتماعياً رياضياً على كافة الأسعاد نعم بحكم قربي من عندها وبعرف ظروفها ووضعها بطبيعي بحاول التعاون مع أهله بعملها جدول يومي لفترتين خصوصاً الآن مار في مرحلة مراهقة يحتاج عناية من ناحية البوابة السرعة والتقوية لأنه الآن يجب على مرحلة درجة شباب وعنده تصفيات والومبيات الشباب في الأرجنتين يعني بعد ما قال الكابتن محمد عنده بطولة دورة العام في الأولمبية في بونسايرس من الأرجنتين فمحتاج أن يتطور بشكل قوي غير كذا أنه لازم يحسن من الرنك حقه للتصنيف الدولي عشان يتأهل مباشرة إن شاء الله في كم تصنيفه الآن؟ هو على مستوى الناشئين مصنف في البطول اللي راحت مصنف التصنيف أول والتصنيف العام؟ الناشئين أو الأشبال ما لهم تصنيف ما لهم تصنيف عام بس لما يطلع لدرجة شباب محتاج للتصنيف عشان يتأهل أولمبيات إن شاء الله رجنتين حلو إسلم إسلم كيف تكمل؟ بطولات زي بطولة فرنسا بطولة كرواتيا نفس لعبة التنس نعم لازم تشارك كثير عشان يتأهل ويتحسن نقاطك خصوصا أن جاي الآن بيطلع من مرحلة الأشبال إلى الشباب ما عنده تصنيف هو السابق لذلك لازم يتشارك بشكل قوي طيب كابتر محمد يعني أنت تفزت بالميدالية الذهبية وبطل عالم وكذا العالم كله وشايف اسمك بالجرائد وتويتر والعالم تعرفك كل ما تعرفك تقولك ألف مبروك ما شفت نفسك شوي؟ يعني قلت خاصة ما رح أتكلم أصحابي لكن تكلمهم قبل صحيح؟ طيب إيش تحس أن الإنسان إذا بدأ يصير يعني يجي له شعور الغرور؟ يعني ما عجاك الشعور هذا أبدا؟ لا حلو ولا بيجيك إن شاء الله كيف شفت استقبالك في الرياض؟ استقبال كويس يعني أنت شعرت أنه بخيمة الإنجاز خصوصا أنك راح تكون إن شاء الله مرياضي النخبة يعني تطمح إلى أنك تواصل كنت متوقع وتكون إلى هالمرحلة هذه أنا قلتك أنت وعدتني إن شاء الله أنه في طوكو راح ترفع الذهب وكان باقي تقريبا ثلاث سنوات صح؟ وإن شاء الله بإذن الله أنك راح تكون على قدر المسؤولية بإذن الله الحين إنجاز بهذا العمر كبتن نبد المنعم يعني أنت بما أنك أنت خبير وأيضا متبني أيضا ماجد حلو بعد العيد إن شاء الله راح نتكلم مع أكثر حول هذا الموضوع إن شاء الله إذا أحقق إنجاز بهذا السن هل ممكن أنه نقدر نقول الثقة الزايدة ممكن تخليه مثلا إصاب نوعا ما من أنواع الغرور؟ في ميزة يمكن تختلف في اللعبة التيك واندو عن أي لعبة أخرى الجانب الاحترام يعني بشكل قوي يعني اللاعب يحترم حتى الحزام من الألعاب النبيلة يا سلام جميل جدا تربي النفس يعني وتهذبها صحيح فإذا كان اللاعب يحترم البتلة اللي يلبسها يحترم الحزام يحترم المكان اللي يدخله يحي الصالة حتى لو ما فيها أحد يحي قبله بعد يا سلام فهذا كله يساعد يعني لو تشوفوا طريقة الاحترام يعني السلام على المدرب الأسلوب المتبادل يعني عجيب يعني يخلي دائما يكون متواضع غير أنه يعتبر نفسي يمتلك سلاح أبيض هذا السلاح يحمي نفسك يعني يتواضع أمام الأخير عشان لا يصيبهم يعني طبعا فهو ما شاء الله يعني متواضع قبل في الوضع الطبيعي كم تتمرن ساعة في اليوم؟ يعني عند فيه تمرين مثلا ساعة أربع للساعة ست وبعضها نوقف وتصلي وبعضها نكمل تمرين ثاني يعني أنت مهتم بأدق التفاصيل من ناحية التمرين من ناحية التغذية من ناحية النوم بصراحة كابتن هل ترى هذا البناخ؟ أي يعني أنت مركز عليه حلو لهذا السبب أكيد نوصل لهذا العنجاز عموما إلا ما كان حققت الذهب تمنى لك كل التوفيق إن شاء الله جدا طب آخر شيء قبل الله نختم معك كابتن محمد إذا كان محد يزعلك بالمدرسة أو أحمد من أخوانك ممكن تسويك كذا حركة بالغلط عشان أعرف يعني يمكن سوي ضحكتها أكيد أنه كان له تجربة ها محمد؟ نحن نترك صريحة بالمدرسة أو بالبيت؟ لا في البيت بالبيت الحمد يعني الوضع مستتب طيب حنا نشكر كابتن محمد وشكرا جزيلا لك شكرا لأهلك اللي وقفوا معاك وليدعموك وليعطوك الثقة ولي نوجه لهم تحية كبيرة نوجه لهم تحية لأمك وليأبوك ولكل أخوانك ومعليش يتأذى منك بالأيام الجاية عادي يعني يصير بطل انت ما يصير صح وعموما هو أسعدنا صراحة أسعد المجتمع الرياضي السعودي أسعد المجتمع السعودي وإن شاء الله أنك تتفوق أنت مش مسؤول اليوم عن نفسك أنت مش مجرد لعب آدي أنت مسؤول عن فرحة ملايين السعوديين وإن شاء الله أنك قد هالثقة شكرا لك كابتن شكرا كابتن عبد المنان أعطيك العافية شكرا لكم على الاستضافة وشي جميل أن نظهر الألعاب الفردية نبتعد شوي قليلا عن الألعاب الجماعية ولو لا نخس حقهم إنجاز لنا أكيد وشكرا أيضا للماجد اللي موجود معنا في الاستوديو يعطيك العافية ماجد أيضا شكرا لك غانم شكرا لكم بخير عيدك مبارك وعيدك مبارك للجميع والمشاهدين طيب وأكيد إن شاء الله هل تسافر بالعيد أو لا؟ لا أنا من عشاق العيد في المملكة جميل مع الأهل والجماعة الآن عرفتها في الفترة الأخيرة عشاق الحر وعشاق العيد في الشركية أكيد في النهاية هذه شعيرة جميلة يجب أن نعيشها مع الأهل والأصدقاء والله يديم علينا أهل بلد إن شاء الله آمن مؤمن فينا نعيش الفرحة فيها ما في أجمل الفرحة في الوطن الله يديمها لنا إن شاء الله آمن يا رب إن شاء الله وكيد أن أنا بعد أوجه يعني معايدة ومباركة للعيد لكل زمالان طاقم العباء المتواجدين سواء في فترة تكليفهم في العيد اللي رح يعيدون في التلفزيون رح يعيدون مع أهاليهم وكيد أوجه تحية لكل طاقم عمل للقنوات الرياضية السعودية وتلفزيون السعودين المتواجد في مكة وسأل الله سبحانه وتعالى بإذن الله أن يتم هذا الحج بسلام وأمان ويسر وسهولة ومعايدة أخيرة بس أيضاً لأهلي وإن شاء الله بإذن الله ومشاهديننا نلقاكم في يوم 19 في ذو الحجة بإذن الله إلى ذلك الحي لكم من أجمل أوراق وحلى التحاية وأكيد في أمان الله كلام تبقى خير في أمان الله اشتركوا في القناة